اهلا وسهلا بكم النهاردة هتكلم عن موضوع مختلف شوية عن الموضوع اللي انا اتكلمت فيها بلا كده وهو موضوع اثار الى حد ما يعني جدل وغضب لناس كتيرة اللي هو بتاع يعني مش هت هعيد للناس الهو ولا كده نعم هو الموضوع عن مي الخرشيتي وما قالته منذ حوالي ست سبع اسابيع وانا عارف ناس كتيرة ردت وناس من امريكا ردت عليها واثار غضب الكثيرين فانا يعني الى حد ما هتحدث فيما قالته عن ان المصريين بيلبسه كماما وانا ليه بيلبسه كماما وا 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 هتكلم في نقطتين اللي قالته وانا ليه مي الخرشيتي اذبح لها اهمية اه لو هنكلم عن مي الخرشيتي اولا هي فارقت عليها مرة حوالي سنة كانت بالصدفة كان هناك سيدة تعيش في كندا كانت بتتكلم في موضوع سياسي وشدت محترمة جدا كانت قاعدة في سيارة ولي اكتر من مقطع كان دايما قناة اكسوجين بتاخد كلامها فمعرفش ايه اللي جاب ميل خرسيتي تعرفين اليوتيوب غريب الشكل ممكن بتفرج على موضوع فلسفي وثقافي ويطلع لك حاجة تانية لان الشيء اللي هو اللي حاطت الفيديو ساعات بيحط التاج ووردز ولا كده بيحط حاجات ليس لها صلة في الموضوع اللي هو بيكلم فيه انما اليوتيوب لمجرد ان هذا الفيديو لقى مشاهدة فبيحطه في وشك فبطول لما تفرج اشوف ايه الحكاية يعني يعني انا مش عايز اتكلم عن يعني كلام انما هي الى حد ما كانت في البداية موضعها يعني مش وحشة انما كنتش فهم هي عايشة في مصر ولا عايشة في امريكا ولا انما من ناحية ان اسمعت عنها في امريكا ما اسمعتش ابدا برغم ان انا عايش في فلوريدا اللي هي الولاية اللي هي بتقول ان ايه منها انما ما اسمعتش عنها لا في الجرائد العربي وانا بكتب في الجرائد العربي بيطلع من فلوريدا اسمه الفاجر لا حاجة كتبت عنها لا في الجرائد الامريكانية ولا في الجرائد العربية وانا يعني لحد ما اقدر اعتبر نفسي قارئ ومطلع على ما يحدث في مولايا وما يحدث في امريكا وكت لي يعني نشاط ايضا في السياسة في الحزب الديمقراطي وكده انما ما اسمعتش عنها وده مش مشكلة يعني انما هي فيديوهاتها كلها ما تفهمش هي بتعيط بتتشحتف عندها بارد بترشح في ايه دايما كده تحس انها بربرة شوية يعنيش التعبير يعني فانما طبعا اللي هي قالته ان المصريين مش عارب بيعملوا ايه هي النظافة جات من مصر اساسا في العالم كله وده ما المصريين هم اللي اخترعوا غسيل الادين قبل الاكل وبعد الاكل وهنا في امريكا يعني مش متعودين ان هم يخسلوا اديهم قبل الاكل يعني متدخل في ايه ريشتروند بتلاقي الناس بتدخل وتقعد تطلب الاكل يجا ل الاكل وتمشي يعني لا غسلة قبل ولا غسلة بعد احنا متعودين لما بندخل ريشتروند أو بنعرف فين ، او personnel سنقعد عليها وبعدين بنروح ال الحمام بنخشي الادينا ونرجع نطلب الاكل او وبعض الاحيان يعني بنقعد بنطلب الاكل وبعدين نخشل ايدينا. المهم ان احنا متعودين نخشل ايدينا قبل الاكل وبعد الاكل. الامريكان ما عندهمش العادة دي. انا هنا بتكلم بنظرة لا انا احب دائما ان نصور الصورة الحقيقية لانفسنا والغيرنا. يعني صورتنا احنا لنفسنا وفي نفس وقت صورة غيرنا لنا ان احنا عايزين وصورتنا لغيرنا. يعني عندما انقل صورة عن مصر وعن المصريين للامريكان بقول لهم يعني اقرب حاجة بقول لهم ان مصر مش فقط اهرامات بل دايما بقول مصر حضارة 7000 سنة استمرت وتوالت الحضارات في مصر على مدار 7000 سنة في المهم مش هندخل في المواضيع دي واللي يرجع انا كنت عامل فيديو عن حكاية الحضارات وعندي مقال في الموضوع دي. فطبعا كون ان هي تقول كده انا مش فاهم يعني هي اعزي ولا يعني طبعا ده جهل وهبل شوية. ما هيش انا ياسف يا. طبعا هو قيل ما قيل فيها وناس شتموها وناس عملوا لها. انما النقطة الاهم هو لماذا الاعلام المصري وانا زهلت حتى من قبل ما هي تقول الكلام ده وانا زهلت ان الاعلام المصري عمل له قيمة. يعني عندما يرى ان واحدة زي الاستاذة سنة منصور تقابلها وكانها بقى دي العالمة اللي جاية من امريكا. كون ان هي عاملة فيديوهات على اليوتيوب وما هو محتوى فيديوهاتها. كما اقول لها مش فاهمة بتعيط ولا بتضحك ولا بترشح ولا ايه. وساعات تدخل في هرمونات ومش عادي بتفكرني بالبيبي دول لما كانت السلافة ولا مش فاكر اسمها ايه الممثلة اللي كل شوية هرموناتي هرموناتي. يعني واحدة عندها مشكلة مشكلة اكتر من ما هي بتقدم فكر يعني لا هي بتتكلم عن موضوع فلسفي ولا هي بتتكلم عن موضوع فني ولا هي بتناقش قضية حتى في ماتش كورة حتى يعني هي لا تتحدث في موضوع لأي اهمية يعني حاجات تفاهة. فكون ان الاعلام المصري يصل بهذا التفاهة ان هو يكبر من قيمة من قيمة شخص ليس له قيمة لا فكرية لا فنية لا اي حاجة. ما عارفش عايز يجيب مشاهدة عاوز يعمل يعني ليعني بانه هو استضاف مش عارف مين. وقص على هزا ناس كتيرة استضيفوا في من مونة الشازلي لدالدة اساسهم كان فيديوهات تفاهة وخدوا شهرة وخدوا نسبة مشاهدة. ومعظم الفيديوهات التي يعني تلاقي نسبة مشاهدة عالية من البداية هي الفيديوهات التفاهة التي لا تقدم شيء. ان بيشوفوا الصورة بنت مش عارف عاملها ازاي ولا لابسها ازاي فكل يعمل لايك. وساعات حتى بيتفرجوا الفيديو كله مثلا عشر دقائم. ما فيش يعني المنظر بتاع اللي هو اللي محطوط في الفيديو اللي هو الصورة اللي على وش الفيديو مش هي مش موجودة في الفيديو خالص. فعندما تجد ان الناس ليس لهم قيمة وده يعني مش اول مرة يعني من زمان حتى من قبل الانترنت ومن قبل كده دايما الاعلام يعلم ان قيمة الناس ليس لهم قيمة وناس تانية بتناضل اوليها فكرة اوليها يعني مثلا اول حالي. انا على عمري كله وهو اتوفى من حوالي اعتقد خمستاشر سنة. الدكتور والاستاذ ادوارد سعيد. لما تجد ادوارد سعيد اين هو كان في الاعلام المصري. هذا المصري اللي من اصل فلسطيني الذي كان يتعلم في فيكتوريا كاليش في الاسكندرية. ثم ارسله والده الى بوستون ليكمل تعليمه. بعدين دخل هارفورد. بعدين بقى استاذ ادب انجليزي مقارن. وهو الذي تصدى لبيرنرد لويس. وكتباته. والكتاب بتاع صدام الحضارات. اللي هو كان عامله مش فاكر اسم الكاتب انما هو كتب مقالات وعمل محاضرات وتصدى لهذا. وهو اللي كتب عن ادب الاستعمار. وكان له دور دايما في القضية الفلسطينية. وكان صديق محمود درويش ومارسيل خليفة كانوا الثلاثة مع بعض. يعني الثلاثة اصدقاء والثلاثة يعني كان لهم دورف في الصوت وتوصيل الصوت الحقيقي للوطنية. وادور سعيد هو من العرب القلائل الذين يعيشون في امريكا اللي كان يقدم صورة مشرفة عن العربي بشكل مشرف. هو لغته كانت لغة جميلة جدا. لانه هو هو في الاساس. هو جيه كان سنه صغير شوية. انما بما انه كان بتعلم في فيكتوريا كاليج. وجيه سنه كان حوالي يعني هو جيه قبل حتى ما يخلص سنوي. يعني اعتقد انه خد السنوية من امريكا. لانه هو ابوه ارسله هنا. كان في تانية سنة او كده. كان في سنه صغير فخد اللكنة الامريكية. فكان عندما يتحدث باللغة الانجليزية ويتحدث باللغة اللي مفيش امريكاني يقدر يكلم عنها. وفي نفس الوقت هو كان مثقف جدا. كان بيلعب بيانو. يعني شخصية عبقرية. ادوار سعيد ده. انما وهو في الاصل عندما يقدم ويقدم على انه فلسطيني. نعم هو مصري من اصل فلسطيني. هو تربى في مصر. واذا كان فلسطيني او مصري انا بعتقد ان ادوار سعيد تجاهلوه العرب كثيرا. فكقيمة قيمة عربية عيشة في امريكا لم تجد. وقيمة حقيقية ده استاذ في هارفورد. استاذ ادب انجليزي في هارفورد. اللي من اوائل الجماعات. وكان معروف المثقفين الامريكان كلهم يعرفوه. يعني عن مستوى الشعبي. يعني مثلا تسأل اي حد من الاعلام المصري يقولك ده مشهور في امريكا. لما تسأل الانسان اللي هو حتى المثقف مش يعرفوه. يعني معظم الوقت لما الاعلام المصري يقولك ده فلان دوان مشهور في امريكا. ببقى لا مشهور ولا حاجة. فلما يجي واحد فعلا له شهرة في امريكا. شهرة حقيقية. شهرة حقيقية بالمعنى الحقيقي. في امريكا ويجي لا يهتم به الاعلام. انا بعتبر ان دوان دليل على الجهل والتجاهل. ان هو اعلام جاهل. لان انت لو لا تعرف قيمة الشخص في امريكا انت جاهل. لو بتعرفه ومش عايز تتكلم عنه. يبقى هذا تجاهل. او الاتنين لا انت عايز تعرف ولا عايز تقدم قيمة حقيقية لشخص حقيقي. يبقى انت معرفش يبقى اين. انما ده على مستوى التاريخ دايما في تجاهل للقامات الحقيقية التي تعيش في اوطننا والتي تعيش في خارج اوطننا. ونعلي من قيمة التفاهات والتافهين والمتفهين. فبعتقد ان هذا عيب كبير جدا. انك لا تهتم. يبقى انت ازاي هتتقدم. لا يمكن تتقدم وانت بتنشر التفاهة. ولما تستعين بتفاهة وتطلعها ان يا سلام ديا العالمة الخبيرة مش عارف في امريكا لا هي عالمة ولا هي خبيرة ولا هي نيلة. ويجي كان عندك واحد يعني هو رحمه الله. انما كان فيه. وليه ما بتتكلمش عنه دلوقتي. ده المفروض. وليه زمان ما تكلمتش معاه. مكان التلفزيون المصري كان دايما يستضيف ناس عايشة في امريكا. ويجابهم ويتفعلهم تذاكر ويقعدهم ويعملهم مؤتمرات ويستضفهم في مهرجانات ومش عارفهم ما ليس لهم قيمة. ليه ما كنتش بتستضيفه. وابحث عن الناس الحقيقيين في الوطن وخارج الوطن. إنما طول ما انت مهتم بالتفاهة. هيفضل فيه تفاهة. وهيفضل يطلع ناس بالتفاهة اللي زي مي الخرسيتي وزي ده وزي ده وزي ده. لأنهما ناس تفهين. وبالهم قيمة. ولا يمكن إنك تقضي على التفاهة إلا إذا عليت الناس اللي عندهم قيمة حقيقية ويقدمون قيمة حقيقية. وعلى المهم نكتفي بهذا القدر. وادور شعيد محتاج لوقت أطول. لأنه عنده مواضيع كثيرة محتاجة نتكلم فيها ونشوفكم على خير إن شاء الله.